بدأ الفيلم النفل وقيتها للحرب العالمية الثانية وكانوا الطيارات ينزلوا القنابل على الدور كاملة التي كانت في الإنجليز ثم كانت واحد العائلة فيها 4 ديال الأولاد وممهم يجري وجهة الملجأ تحت الأرض لتخبعوا من القنابل الغدل لهم ومحبس القصف وممهم أداتهم للمحطة التران تركبهم لكي يمشيوا عند عمهم غريك في واحد القرية بعيدة على الحرب والقصف وادعاتهم أمهم وهي كتبكي وهم كانوا جوجه أولاد اسميتهم بيتر وإيدموند وجوجه بنات اسميتهم لوسي و سوزان لولاد شدوا الطريق مع بعضياتهم حتى وصلوا طلقت لهم مغريدي المساعدة لعمهم وهي اللي ادتهم حتى للدار وورتهم بيوتهم ومشات الخود جاءهم الملال فقالت لهم لوسي يالله اللعبوا الغم أيضا وبدأوا يلعبوا لوسي مشات تقلب في التخبع عليهم ثم ألقيت واحد البيتخاوي ومفيه الحوايج وكان فيه غير واحد المالي يمغطي بيزار زولت ليزار وفتحته ودخلت تخبعات فيه ثم سمعت أخوها كعيط عليها وقد ترجع بالنور حتى تحت في الأرض ثم ترى أن تجد رصاف غابة كلها تلج هي لم تفهمت كيف كانت في البلاقر حتى تجد رصاف عالم واحد آخر بدأت ترى في المنظر ثم لا تخرج لها واحد دري خافوا من بعضياتهم بجوجه وتخبعوا ولكن منهم عارفوا ما كان الخطر خرجوا وقربوا لبعضياتهم لوسي تصدمت ثم ألقيت إنسان ونسمعزة وقال لها اسميته طومينوس وهذه البلاسة اللي هي فيها اسمية مملكة نارنية وعرض عليها تشرب معها آتي في الدار فوافقات مشهت معها لدارو وعطاها آتي وبقاتك تسمع لي هو كيعزف حتى أداها النعاس من إن فاقت لقيت راسها نعسات بزاف ولقيت تومينوس قلت كي يبكي حداها فسولته مالك قال لها كنت قد نغذرك ونسلمك الملكات الجاليد الشريرة وطلب منها اسمحها على ذلك شيء اللي كان قد يدير من بعد ذاها بشترجع من إنجات هي خرجت من البلاكار ومشت عند خوتها وطلبت منهم اسمحها حتى اطلت عليهم فلقيتهم مازالين في نفس اللعبة ويا الله داز الدقيقة على اللعب اللي بدأوا هي تصدمات حيث كانت في المملكة كتر من عشرة ديال السوايع وعاد عرفات بالليل وقت في المملكة كي يكون تقيل على بره وهنا عودت لهم على اللي وقعوا فين كانت وقالت ليهم كل شيء وحيث هذا الشي اللي قالت ما يدخلش للعقل ما تيقوهاش ومشاوا يتأكدوا فتحوا البلاكار وقلبوه ولقاوه عادي وما فيهوالو اختها سوزان قالت لي ها غير كنتي كتخيل يصافي في الليل كل شيء مشابش نعس ولكن لوسي بقى مبرزتها هذا الشي حيث متأكدة عشدك الشي بالصح ما شي كتخيل وهنا ناضط بلاستها وخدت معها شاعلة ومشات بشتدخل البلاكار بشتأكد شافها اخوها ايدموند غدا داخل البلاكار فتبعها وحتى هو كيف دخل القرسوف مملكة نارنية بقى وقف بلاسته يستوعب كيف يشوف حتى تدز من احدها عربة ملاكية بالغزلان وكانت على ينضربه هو طاح في الارض ونزل له الذي كان صائق العربة وكان بغي يقتله ولكن نزلت الملكة من العربة ووقفاته وسولاته شكون هو ونينجا قال لي ها انا جئت كنقلب على اختي لوسي الذي قالت لي هم بالليل قتل مملكة في البلاكار ومن اندخلت الهنات لقات بتومينوس الملكات صدمت من هدرته ولكن ما درت احتردت فعل ظهرت معها العربة وخدمت السحر لتصوبته الحلوى والمشروب وكانت باينك تخطط شيئا قالت لي ها سنجدك تولي مالك المملكة الجاليد إذا قدرت يأتي بأخوتك الاخرين حتى هما ولكن بشرط لا تجدهم يعرفوا شيئا على هذا الشيء الذي رأيته وهو وافق من بعد نزلته ومشات انا رأيت أخته وجدت كجيري عن نقاته وفرحه ناحية حتى هو الذي رأيته وأكيد بطيقه سيطيقه حتى أخوته الاخرين من بعد رجعوا للدار ومشوا عند أخوتهم لوسي قالت لي ها سنكون في ملكة الجاليد وحتى إيدموند كان معي وشف كل شيء هو لم يسألوه ما هذا الشيء بالصح هو في البلاسة نكر كل شيء وقال لهم لم ينزلوا من هذا الشيء ولم ينزلوا لوسي تقلقت كثيرا من هذا الشيء الذي يدار وبقى تكتبك وخرجت كجيري حتى خرجت في عمهم كريك الذي رأيتها في هذه الحالة وعيت على أخوتها وقال لي ها يتعاملوا معها جيدا ويتقيقوها وقت تكون غير كالتخيل حيث تبقى أختهم الصغيرة وكان بين عمهم عارف حقيقة المملكة في النهار الثاني خرجوا الأخوت يلعبوا في الجردة وبالغالط إيدمون ورمالك وروجت في السرجم اللي يدعمهم وتهرسات شي حاجة فيه طلعوا يشوفوا ما نوقع وغير تمعصوا المساعدة جيدة ومشوا كي يجريوا كي يتخبعوا منها دخلهم إيدموند البلاكر كي يتخبعوا وهنا أحدهم ملقوا وراثهم في ملكة نارنية كيف لم تكن تقول لهم لوسي ودابا عدت تسيقوها وهي فرحة بثاف من بعد ذاتهم للدار الصديقات ومينوس فقربوا وقعوا الدار مهرسة ومن يدخلوا القوبرية من الملكة مكتوب فيها بأن الملكة شدت ومينوس بتهمة الخيانة شوياجة عندهم واحد القندوس اسميتو بيفر هذر معهم وكان نعرف اسمياتهم كاملين وهم لم نعرفهم أصلا قال لهم لا يمكنكم أن يكونوا هنا دابا حيث هذه البلاسة خطيرة وقال لهم سيتمشون معي وهم في الطريق قال لهم لا يمكنهم أن يحرر تسيقوها من نص من غير ملك الغابة حيث قوي بثاف وهو الوحيد الذي يمكنهم ملكة الجاليد الشريرة تبعوه حتى وصلوا للكوخ دياله ثم قال لهم على النبوء القديمة الذي تقول بأن الذي يأتي وربعة ديال الدراري هم الذين ينقضوا مملكة نارنية من شر ملكة الجاليد وهذا الدراري هو من ثومة بيتر قال له نحن ماشي أبطال وقال لأخوته يالله نرجعوا بحالنا فش بغاو يخرجوه ملقاوش إيدموند والذي في هذا الوقت وصل للقصر ديال الماليكة وغادي عندها كما قلت لي تبعوه أخوته كانوا بغاوين يدخلوا للقصر باش يخرجوا قبل متأديه الماليكة ولكن بيفر حبسهم وقال لهم رأى الماليكة كدبات عليه وهي اللي قلت لي باش يجيبكم ليها باش تقدر تسالي معكم كاملين وتقضيع للنبوءة باش تبقى المملكة تحت الحكم ديالها الأخوت قتنعوا بهدرتهم لم يدخلوا للقصر وقرروا يقلبوا على أصلا باش يجيعونهم ويعتقوهم أما إيدموند من يدخل لقى بزاف ديال التماثيل فبقى كي يشوف فيهم شوية جاء له ديبو وطيحه ومنين عرفوا إيدموند خداهل عند الماليكة هي كيف شافته غوتات عليه وقالت ليه فينا هم أخوت كل التفقن عليهم قلها بالله رهجاو ودبا كاين مع بيفر في الكوخ دياله هي في البلاصة أمرت ديب ديالها باش يمشيوا ويقتلوهم كاملين ديبو وصلوا للكوخ وملقوا في حتى أحد حيث بيفر كان عارفهم سيأتي لهم وهربهم النافق تحت الأرض وفاشخرجوا وطلقا بيفر بصديقه التعلب وقالوا إلهي الديب اللي تبعينهم حتى يهربوا هو قال لهم يتخبعوا فوق الشجرة وفعلا الديب جات فقال لهم التعلب اللي شاف بيتر وخوته ومشاوا من طريق ديال الشمال وهما أطاقوا فيه ومشاوا ومحبوس قليلا جاءت الملكة قالت لهم يخرجوا تومينوس وهي أخذت معها إيدموند لكي تبزز على أخوته يخرجوا منهم سيشوفهم معها إيدموند فاشخرج شافت تومينوس والتي تمتل حد هذه التماثيل اللي شاف منهم كان داخل وعاد فهم بالله هذو كلهم كانوا عايشين والملكة هي اللي ردتهم هكاك نرجعوا عند أخوته لمازال نشدين طريق مع بيفر وستلج شافوا عربة جيدة جهتهم وخافوا حيث تحسابهم ديال الملكة الجاليد ومشاوا وتخبعوه تحت حجرة ولكن العرباء كانت ديال واحد الشيباني كان يقلب عليهم لكي يعطيهم أسلحة لتعاونهم يحربوا ضد الملكة أعطى لوسي قرعة صغيرة في هدوك يداوي أي جرحة وأعطى لسوزان قوسه وبوقبيض تخدموا الوقت الذي يحتاجت لمساعدة وبيتر أعطى هسيف ودرع مصنوعين بتيتانيوم القاصح ومن بعد ودعهم ومشا وهو ما كملوا طريقهم أما الملكة فمشات الشامل مع إضموند لكي تقلب على أخوته ولكن ما القواله ومشا وجبوا التعلب اللي أعطيهم الترق غالطة والملكة عقباته وحولاته لتيمتال أما الخوت فوصلوا للمعسكر للجيش أصلا ملك الغابة بقاوك يتسنوه يخرج عندهم وفاش خرج تفاجئو فاشلقاوه سبع قوي بزاف هذر معاهم والقاوه حتى هو عرف عليهم كل شيء وسولهم على أخوهم الرابع بيتر قال له إضموند غضرنا ودبارها أسير عند ملكة الجاليد أصلا طلب من بيتر يهضروا بوحدهم فشرح له بأن حكم هذه المملكة كي تكون من عوروش والنبوءة تقول بأنه هو وخوته سيحكم المملكة مرم يغلب الملكة وهو ما يهضروا سمعوا البوق ديال سوزان وعرفوها في خطر ومشى بيتر كي يجري فلقاها طالعا الشجرة هي أختها لوسي وجوج ديال ديال الملكة محاصرينهم قدر بيتر يقتل دي بواحد والآخر ضربوا أصلا ومن بعد وقاموا بيتر يتبعوا بأن يتعرفوا بين كين الملكة وفعلا عرفوا بلاستها ومشى لها مع الجنود وقدروا يعتقوا إيدموند منها وجابوه المعسكر أصلا الذي يهضر معه ومن بعد قاموا بيتر يهضروا عند أخوته مراهجة الملكة الجاليد وقالت له يسلمها إيدموند ولكن هو ما بغاش قلت له في القانون المملكة الخائم يأتي عندي وانا الذي كنت أخبره أحد وإذا لم يسلموا ليها سيتعلن الحرب عليهم أصلا طلب منها يضربوا أحدهم ودخلوا للخيمة دياله ومور شوية خرجوا وقال لهم باللصاف الملكة سمحت له ولكن كان باينه في عينه الحزن وهذا الشيء رأيته لوسي وحسات به في الليل وهو مناع سين أصلا فاقوا وخرجوا من أحدهم لوسي فاقت به هي وسوزان وبقوا تابعينه من عندما رأيهم قال لهم يرجعوا حيث غاديل بلاسة خاطرة بزاف وحسو بللي كينة شي حاجة ومن بعد مشى وهو ما بقوا تابعينه حتى تدخل عند الملكة وسلم لها رأسه الأتباع ديالها بدأوا يضربوا فيه وحسنوا له شعره وهذا الشيء كله عندما يقاوم وهنا عاد فهمنا بللي أصلا سلم لها رأسه لكي تدخل إضموند عايش ويموت هو في بلاسته وفعلا خذت الملكة خنجر وضربته به قتلاته وهذا الشيء كله كان سوزان و لوسي كي يشوفوا فيه من بعيد وسمعوا الملكة وهي تقول الأتباع ديالها لكي يجمعوا الجيش ويستعدوا للحرب ضد جيش آسلان لكي تستطيع تحكم الملكة كلها وغير المشات الأخواتات تخرجوا عند آسلان فين خلاوة وحزنوا بزافع عليه في هذا الوقت واحد الكائنات مكونة من أوراق شجر ومشوا عند بيتر وعلموا بموت آسلان فمشوا يجمع الجيش دياله لكي يستعدوا للحرب من بعد تلقى الجيوش مع بعضياتهم وبدأت الحرب أما لوسي و سوزان كانوا مازالين أصلا بكاوح تاعيا وفشبغوا يمشيوا عند أخوتهم لقوا الجودتاء غبرات قليلا تخرج لهم أصلا وهو واحي وقال لهم المملكة فيها سحر الذي لمت مغدوره هو بارئ كي يرجع يحيى وهذا ما الذي يقع عليه دابا هم فرحوا بثاف حي ترجع ليهم ركبوا فوقهم ومشور القصر للملكات الجاليد حرر الناس الذين كانت مجمدة ومنهم طومين وصديق لوسي فيقهم لكي يعاونه في الحرب ضدها أما الملكة كانت قريبة تربح الحرب حيث الجيش ديالها قوي بثاف وبقول لها غير الدراردة تقتلهم وتتنى منهم دخل إيدموند وهرس لها سيفا وبقاومهم ضربين حتى ضرباته وطح الأرض ومشات البيتر اللي يبقى يحارب ويقاوم فيها ولكن كانت قوية عليه وطيحاته للأرض حتى هو وكانت عليهم تقتله ولكن جاء أصلا تلح عليها وقتلها ولوسي خرجت الدول اللي كان أعطيها الشيباني وعالجت بأخوها إيدموند وحتى الناس اللي طحت من الجيش ديال أصلا وهكا تغلبوا على الملكة وتهلنهم من الشر ديالها في النهار الثاني طلعوا الخوط بربعة لتوجههم كمولوك جدد المملكة وأصلا فرق عليهم المملكة هما بربعة مراها شافت لوسي وهو غادي بحاله فقال لها تومي نوس باللي غادي يرجع فاش تكون المملكة في خطر دهزوا العوامات والخوط بربعة حاكمين المملكة على خير ستكبروا وفي واحد النهار كانوا فوق العودان ديالهم كي يدوروا في الغابة ثم شاهدوا الخشبال الذين دخلوا من هذا النهار الأول وقلبوا ثم مع البلاكار حتى تلقوا ودخلوا له ومنهم دخلوا وخرجوا للعالم الحقيقي والقاوراثهم مازالين صغر دخل عمهم وعرفوا باللي ساعتين ويقلب عليهم وتصدموا فاش فهموا باللي هذه الحياة والسنين كلها اللي عاشوا كتساوي غير ساعتين من حياتهم الحقيقية كيف بدأ الفيلم ديالنا في مملكة سحريات ميتها مملكة نارنية نرى واحد الراجل يهضر مع الجنرال ميراز وقال له مراتك ولدات ولد الجنرال أمر الجنود دياله كي يمشي ويقتلوا ولي العهد الأمير كاسبيان والدخوه كي هو اللي يأخذ الحكم منه الجنود قصدوا الأمير خالوا وصبقهم ومشى عنده وقال له يهرب منهم وركبوا فوق العود وعطاه بوق سحري وقال له هذا كان الملكة سوزان الذي كان تحاكم المملكة هي أخوتها بثلاثة ويخدموا هذا البوق من أن تكون المملكة في خطر كي نفخوا فيه بججهية وخوتهم من انكتسال المهمة لهم كي يمشي العالمهم الحقيقي مر مهرب الأمير وقال جنود مازالين مراه بقى هربان منهم وصد الغابة حتى أدخل في شجرة وطح من العود فشفاق القاعدة جوجه للأقزام هو خاف منهم وفي البلاسة أخرج البقل الذي أعطاه له خالوا ونفخ فيه في هذا الوقت كانت سوزان قالت مع أخوتها في المحطة تنفع عالم البشر ثم لا بدك شيء كي يتحرك بهم وانتقلوا للمملكة النارنية وانتقلوا للمحر وابقوا يلعبوا مراهاشة في القصر المملكة مضمر أما الجنرال ميراز جاءوا عنده الجنود وقالوا له بأن الأمير كاسبيان هرب لهم في الغابة وقال لهم يزيدوا يقلبوا عليه وقتلوه من بعد ذلك الاجتماع مع المستشارين وهم اتهموه بأنه هو السبب حتى أغبر الأمير ولكنه انكروا وقال لهم أنا لا أهمني الحكم ولم أريد أن نكون مالك وذلك قال سوف نرجعها حتى نلقى الأمير نرجعوا عند الأخوة بربعة بدأوا يحلوا في هذا الشيء الذي رأيته وقالوا ممكن أن تكون وقعت شيء حرب أو شيء انقلاب من بعد دخلوا لهم القبو سري كانوا حطين فيه الأسلحة لهم لكي يقلبوا على شيء من شعب النارنية ويعرفوا ماذا نوقع مراهاشة وصلوا إلى واحد الواد وشاهدوا جوج من الجنود الميراز وهم شدين القزم الذي كان شاف الأمير فشطاح وكانوا باغين يرميوه في الواد وهو مربوط الأخوة عطقواه منهم وحلوا عليه وقالوا ماذا نوقع هنا؟ قال لهم مرممشوا الملوك الربعة العلامهم المملكة ضعفت بثافة ولم يبقى ما يحميها ثم بان شعب تيل ماريون ويحكمهم جنرال شيرير الذي هو ميراز وآمر جنوده لكي يقتلوا أي واحد من شعب النارنية من ثم الشعب والحيوانات هربوا من المملكة ويسكنوا في الغابة لكي يبقوا محميين القزم منهم كما يهدرته فهم بأنه هو الملوك الربعة الذي كانوا حاكمين المملكة وفهم هذا البوق الذي ينفخ فيه الأمير هو الذي يجعلهم يأتي من بعد عرفهم براسه اسمه ترامب في هذا الوقت كاسبيان فقم الطيحة الذي كان طاح وقرأسه في الدرد الأقزام وكان قزم يهدر مع الحيوان هو خاف منهم لأديوه ويجب أن يدافع على راسه ولكن يطمنوه وقالوا له بأنه لا يجب أن يأتيوه عرفهم من شعب النارنية وقال لهم بأنه عمه ميراز يجب أن يقتلوا ويأخذ الحكم من راسه لا يجب أن يخرج للمشي قليلا في الغابة ثم يلقى الجنود عمه قدامه وتبعه ولكن لم يرى قليلا نرى شيء خفيف بثير لا يجب أن تجري بين الجنود والسلات معهم كاملين وهذا صدق فار ومحارب شد حتى الأمير يحساب له مع الجنود حتى هو ولكن جاء القازم وقالوا بأنه لا يفصف ميراز من بعد جمع شعب النارنية كامل مع الأمير وكانوا غضبانين بثير حيث عمه ميراز ضمر مملكتهم وقتل صحابهم وعائلاتهم وعقبوا كاسبيان على ما يدر عمه ولكنه دافع على راسه وقال لهم أنه هو الوارد الشرعي للعاهلة ودابا عمه تابعه لكي يقتله حتى هو ويضع الحكم وطلب منهم أن يتعاونوا مع بعضهم ضد ميراز وفي المقابل سيرجعوا يعيشوا في سلام ووعدهم سيرجعوا يبني لهم المملكة هذه الساعة الشعب النارنية قبل عرضه نمشي عند الخطر الربعة مع القزم ترامب كانوا في طريقهم الغابة ثم يلقوا الجنود ميراز كي يصابوا في قنطر اللي سيسقطعهم من الغابة لكي يقلبوا على شعب النارنية وعلى الأمير الأخوة والقازم قرروا يقلبوا الترك لكي لا يشاهدوهم يبقى وغادين في الغابة حتى تحليل وعياه ونعسوه في النهار الثاني فاقت سوزان ودخلت الغابة بوحدها ثم تلاقت بالأسد أصلا مالك الغابة التي نجعلها تكون مالكة هي عن نقاته ويبقوا يهضروا مع بعضياتهم ثم تتفيق سوزان من نعاس وجدت لك شيء غير حلم دخلت الغابة لنفس البلسة التي رأيتها في الحلم لكي ترى ما تلقى أم لا ولكن تلاقى لها بيتر أخوها ووقفها لم يرى شعب النارنية وخاف منهم حيث لا يعرفهم هما تحاصروا الوسط وجاء الأمير كاسبيان يتضرب مع بيتر بالسيف ثم وقفوهم شعب النارنية حيث تعرفوا بيتر الأمير طلب منه السماحة وعود له على قصة دياله بيتر قال لهم من الأحسن أن يذهب إلى مخبئ في المملكة ثم يتخبعونه على الجنود مرما وصلوا رأيتهم واحد من الجنود ومشي علم ميرز بلاستهم ودخلوا للمخبئ ثم بيتر قال لهم يجبهم ضروري يهجمهم الأولين على ميرز في القصر دياله حيث لم يدروا شيئا هو الذي يهجم عليهم وأكيد لن يفلتهم من يده حيث هم أقلال بثاف كلهم وفقوا على الخطة بيتر ووجدوا الأسلحة ديالهم وجاءوا النسور العملاقة أما كاسبيان دخل على عمه البيت وضعه استفعل عنقه كان يريد أن يقتله ولكن فاقت مرثه خذت السهم وضرباته ليده أما ميرز هرب من البيت وضغياء خرجوا علم الجيش والذي يهجوم عليهم الجيش خرجوا ناطة تحرب بينهم وبين شعب نارنية بقوا هكا كي يتحاربوا احتشف بيتر بالإصافة يتغلبوا وقربوا ويحاصرهم وخاصة يتراجعوا وقال لهم كي يخرجوا من القصر غير خرجوا هما الجيش يستطيع أن يتحاربون على الكثير من الناس من شعب نارنية بيتر وخوته كانوا خرجوا ولم يعرفوا كيف يعتقون الناس أما ميرز فتوه كمالك بعد أن تهم الأمير كاسبيان بالخيانة حتى يقتله هو ناعس لغضيهم لنجاول المخبأ بيتر ترتع الصبع لكاسبيان حتى يجعل البيت عمو بلما يكونوا مخطين لهذا وهو السببب حتى فاق عمو علم الجيش مرمات خاصمه هبطت كاسبيان المخبأ ثم اتلاقه بالقازم الذي كان يعتقه وقال له أنا عندي لك الحل لكي تهنم من عمك والحل هو السحر الأسود كاسبيان وافق مراهخ ده القازم عن جوجه السحره أقزام شكله هم كي يخلع بقى وكي يقرأ وشي تعاويد ثم اتفتحت بوابة سحرية محبوسة فيها ملكة الجاليد اللي كانت بغاية تحكم العالم ولكن تغلبت من الخوت بربعة وبدأت محبوسة في هذه البوابة هذا القازم صدق شرير واستغل كاسبيان لكي يحرر ملكة الجاليد وترجع تخرج وقال له هنا لكي يأخذ له دمه حيث هو لكي يكملوا التوقص ولكن في آخر لحظة جاء بيتر وخوته في الوقت المناسب وضمروا البوابة السحرية مرشوية سمعوا شيء يصوت على بره وكان هذا الجيش الميراز يهاجم عليهم تم اجمعهم بيتر لكي يفكروا ماذا يديره كاسبيان قال له ماذا يبقى لكي تدخل ميراز في مباراة بالسيوف وإذا ربحته ميراز يشرطوا عليه يجعلهم يعيشوا في سلام بيتر وافق ومن المرهة سيفتخه إيدموند لكي يعلم المالك ميراز بالمباراة التي ستكون بينه بين بيتر في الأول ميراز خاف ولكن كان خاصه يوافق قدام المستشارين لكي لا يبقى خواف أما سوزان و لوسي فمشوا للغابة لكي يقلبوا على الأسد أصلا حيث هو الذي يقدر يعاونهم في هذا الشيء المباراة بدأت بين بيتر وميراز ومور شوية يقدر بيتر يطيح الأرض وغلبه ولكن لا يريد أن يقتله أعطى السيف لكاسبيان لكي يقتله وينتقم منه ولكن كاسبيان لا يستطيع وقال له أنه ليس مجرم بحالك ومشوخ الله جاء المساعد الميراز قبل أن يرى شيء يضرب ميراز بسام ثم بدأ يغوته ويقول بللي شعب نارنياغ ضرب المالك وقتله وقدر يقنع الجيش لكي يتحرك ويهجم عليهم وهنا بدأت الحرب الأخواتات بجوج مازال في الغابة يقلبوا على أسلان رأيهم جنود ويريدوا يهجم عليهم ولكن جاء الأسد أسلان في آخر لحظة ونقدهم وتما قرر يمشي حتى هو معهم للحرب غير وصل خدم السحر ديالو وخلا شجر يتحرك ويحارب في الجيش حتى قضع على نص ديالهم واللي يبقى منهم أمرهم هذا المساعد بشيء ينساحبه ويتخاف غير وصلوا للقنترة اللي كانوا وبناه جاء أسلان وخدم السحر ديالو عوتاني وغرق الجيش كله وهنا الخوت بربعة وكاسبيان وآسلان ربحوا الحرب ودابا الشعب رجع حر في المملكة أصلا عين كاسبيان هو اللي سيكون الملك على نارنيا من اليوم وقبل أن يصيف الخوت لعالمهم توادعوا معه ومع الشعب ومع كاسبيان من بعد فتح لهم أصلا بوابة من شجر فدخلوا لها باش يرجعوا لعالمهم وفي الآخر رجعوا لمحطة الترن اللي كانوا فيها في الأول كي يبدأ الفيلم ديالنا مع الدر إيدموند اللي مشاهل الجيش يتسجل حيث قبل ثلاث سنين كان يدخل في واحد العالم سميته مملكة نارنيا مع أخوته بثلاثة وحي تقدروا يحكموا المملكة وعاشوا مولوك فاش رجعوا لحياتهم العادية ما قدروا يولفوها جوج منهم قرروا يمشيوا الميريكا ويكملوا قرايتهم المهم إيدموند لم تقبل في الجيش وارجع مع أخته لوسيد للدار ثم كانوا لدعمهم يوستس اللي ديما ممرضهم ويأتي برزتهم اندخلت لوسيد للبيت وكانت فيه لوحة مرثوم فيها بحر وسفينة انبقات كتتأمل فيها هي وخوها وتمناوا يرجعوا للمملكة نارنيا حي تمللوا هذه الحياة ادخل عليهم يوستس وقالوا لماذا تخربقوا رغم أن يحتاجها جسمية مملكة نارنيا قليلا البحر اللي في الصويرة بدأ يتحرك وخرج منه المال اللي بيته وعمره هم بثلاثة كانوا علىين يغرقوا فابقوا ويقوموا حتى طلعوا لسطح ديال البحر وعرفوا وراثهم دخلوا المملكة نارنيا جاءت سفينة كبيرة وقفت حداهم ونزل منها الطاقم ديالها بشي طلعوهم وكان معاهم الماليك كاسبيان اللي كان صاحبهم وهو دابا اللي مسؤول على المملكة في غيابهم فرحوا بزاف حتى تعودوا طلاقاو اما يوستس فمازال مفهم هو فين وكيفش هذا الشيء وقع والذي يكمل عليه هو الفر اللي كان مع الطاقم ديال السفينة يوستس بقى يغوت وخايف ثم جاء ليهتور من الطاقم وحتى هو كيهدر يوستس اكترع لي هذا الشيء وبصدمة صخف مراهل لوسي و ايدموند مشاهوا مع كاسبيان اللي بيت دياله وثم قال لهم باللي قدر يوحد المملكة كلها وقضع على الاعداء واحد واحد ودبت الشعب ديال نارنية عايش في سلام ايدموند قال له كيفش عايشين في سلام والقاعدة تقول الى عيطات لنا المملكة هذا الشيء يعني انه كينشي خطر ومحتاج لنا في المساعدة كاسبيان ما جاوبوش بدل الموضوع وقال له باللي عمو ميرز قبل ما يموت نفاس بعديل الملوك الجزيرة بعيدة حيث كانوا يعترضوا على قراراته وخططه الشريرة وهو يريد أن يقلب عليهم حيث خبارهم تقطعت في مرة لوسي و ايدموند تحمسوا وقالوا له سنذهب معك وفعلا شدوا الطريق وسط البحر حتى وصلوا للجزيرة هذه الجزيرة لقوها خاوية وبحل ما سكنها احد كاسبيان حيث كل سمانة كانوا التجار يأتي هنا ويبيعه ويشريه ودبا يشوف فيه وما ينواله قال الطاقم له يبقى في السفينة وهو سيدخل الجزيرة مع لوسي و ايدموند ودخلوهما بثلاثة الواحد البناية وتما شفوا كتوبة كبار مكتوب فيهم اسمية ديال الناس وقدم كل واحد كينتامان ديالو وفهموا ان هناك يتباعوا العابد شوية هجمت عليهم عصابة بالسيوفة تحدوا بثلاثة وغلبوا بزاف منهم ولكن دخل عليهم الرئيس ديال العصابة وشدوا لدعمهم يوستس وحط لموس على عنقه وقال لهم إذا لم يوقفتوش سنقتله هم اضطروا يسلموا راسهم لي رئيس العصابة قال لهم انتم مدى بديالي و سنبيعكم في السوق العابد ادعوهم من تماما ومورها حبسوهم كاسبيان رأى واحد من هذه المولوكس السبعة التي جاءوا على حسابهم تهوى محبوس سؤالوا ماذا يوقع هنا قال لهم بالكاينة العصابة تخطف الناس وتبيعهم كعابد والذي لم تباعش لهم يقدموه قربان للضباب الخضر وفعلا في هذا الوقت طلهم تسرجم و رأى بطو صغير فيه الناس و سيفطوهم في وسط البحر الضباب الخضر و في رمشة عين غبروا المالك الذي قال لهم فهذا الوقت لم نفهم ماذا هو هذا الضباب و نريد أن نعرف السر و ثم قرر هو و المولوك الأخرين يكتشفوا هذا الشيء لكي لا ينتشر في العالم و لكن في الآخر غبروا بستة و بقى غير هو محبوس هنا في الوقت الذي لم يهضروا العصابة باعت له سيكا واحدة من العابد ولكن دخل طاقم السفينة كاسبيان وهجم على العصابة كاسبيان و إيدموند هربوا من الحبس و حاربوا معهم حتى قضوا على العصابة كلها و حروا السكان للجزيرة من العبودية المالك الذي كان من فيه شكر كاسبيان حيث انقضوا و انقضوا الناس و أعطوا السيف دياله كهدية و قالوا حافظ عليه حيث ستحتاجه في القريب كاسبيان لم يفهم القصد دياله و من بعد اخذت طاقم دياله وركبوا السفينة وكملوا الرحلة ديالهم حيث يقلبوا على المولوك السفينة و يعرفوا القصة لهذا الضباب و هم غاديين يستسخده يكتبه و يكتب أي شيء وقعت من الرجال هنا و حتى على الفرد الذي يهضر وصلوا إلى جزيرة مهجورة و هبطوا يخيموا فيها و يرتاحوا و يكملوا طريقهم كل شيء و ثم نرى الآثار الرجلين في جهة لوسي و لكن لم يكن كيبان من هذا الآثار و هم كانوا كائنات مكيبانوش و خذوا لوسي و هي ناعتا و بعدوها على الأخرين و قالوا لي هبطوا كائنات عملاقة و قادرين أن نقضيو عليك هكا خلعوها لكي أمروها تدخل القصر الساحر الذي ارمع لهم اللعنة و خذتهم مكيبانوش و قالوا لي هاد تدخل القصر و تقلب على كتاب فيه التعويضة و تقراها و هي اللي ستقدر ترجعهم كيبانو لوسي و فقد دخل من بعد فتحوا لي هالباب القصر الذي كان مخبع دخلاته قد تقلب حتى لقات الكتاب و كان فيه بزاف ديال التعاويد من هم اللي تقدر تخليها زوينة بزاف قربت ليها ثم بنت مراية في الكتاب و خلتها تشوف راسها زوينة و تشبه الختا سوزان قطعت هذه الورقة بشتخدمها مرهال قد تعويضة اللي خاصة تقرأ على هذوك الكائنات في هذا الوقت كاسبيانو اللي معاه شافوا بلي لوسي ما كيناش و نهضوا كيقلبوا عليها ثم بدأوا هذوك الكائنات كاتر معليهم في السيهام الشيء اللي خلهم يتخلعوا بزاف خصوصا من اللي قالوا لهم باللي حنا عماليقة ولكن شوية خدم عليهم المفعول ديال التعويضة اللي قرأت لوسي وبانوا هذوك الكائنات اللي كانوا غير أقزم برج الوحدة و شيء هذا شيء بشي طواله من بعد جاءت لوسي ومعهد الساحر رحب بهم و استقبلهم في القصر ديالو و قالوا لهم بلير متعاويد سحرية على القصر و الكائنات باش يحميهم من الضباب الخضر و هنا عاود لهم عليه و قالوا بلير مصدر ديالو من جزيرة اسمية جزيرة الشر ولا بغاوا يقضيوا عليه سيخصهم يتبعوا النجم الأزرق حتى يوصلوا لجزيرة المولوك ثم سيجمعوا السيوف السبعة السحرية اللي سيخرج منها سحر هو اللي سيقدر يقضي على الشر ديال الضباب واحد من هذوك السيوفه هو اللي كان عند كاسبيان اللي اعطاه له المالك في الجزيرة من قبل و هذا باب خاصهم ستة الأخرين حذرهم الساحر من الشر ديال الضباب حيث اللي يقرب لهذه المنطقة يتسحر و يعمر له قلبه و راسه بالشر مراهش ضد طريق وسط البحر حتى لقوا جزيرة مجهولة و نزلوا فيها دخلوا الواحد الكاف و لقوا واحد البحيرة طيح فيها تمثال من الذهب ايدموند خداع صوب يقص بها تمثال ثم تحول ذلك الطرف ضل عصر اللي قصر من الذهب و عاودوا تأكدوا حتى تأكدوا جيدا ان اي حاجة تقص هذا كل ما تتحول الذهب و التمثال اللي تماره ديال واحد من المولوك و تحول الذهب حي تقاص الماء ثم شفوا حتى السيف دياله معه و لكن ما تحولش الذهب حي تسيف سحري و قدروا يطلعوه من الماء و خداوه ايدموند جاتوا فكرة و خداس ضفاء وضعها في الماء تولى الذهب و قالوا سيب اللي ممكن يحولوا اي حاجة و يأخذوها معهم للعالم ديالهم الحقيقي لكي يكونوا لباس عليهم كاسبيان لم يوافق و قالوا لهم ما سنجعلك تديرها و بدأوا يدربوا مع بعدياتهم لوسي قدرت توقفهم و قالت لهم هذه البلاصة ملعونة و تؤثر علينا لكي نتحاربوا مع بعدياتنا في هذا الوقت و لدعمهم يستسكن كي يتمشى في الجزيرة بوحده تمالقى بلاصة عامرة كل الهدب هو طمعه و انزل لكي يجمع منها و يأخذ و تخلع فشة في هيكل عظمي و لكن كملت السرقة دياله و كان باينة هذه البلاصة اللي جاء لها ملعونة حتى يوم نمورها شيئا رجع كاسبيان والخوت لعن الطاقم و لكن لوسي لحظته لدعمهم مكاينش دخل كاسبيان و إيدموند لقلبوا عليه ثم وصلوا للبلاصة فين كان شافوا صباطو و حويجو و حسابهم صافي تبخروا و مات ثم شافوا هذا الهيكل العظمي و عارفوه ديال واحد من الملوك و كان معه السيف دياله خداوه و رجعوا حزنانا على يوستس أما الطاقم كان يوجد في السفينة تماجه لهم تنين حتى فوق السفينة الطاقم حسابه خطر عليهم و بدأوا يهجمو عليه هوا هربوا و ماشى عند إيدموند و هزوا و اداهل واحد البلاصة كاتب فيها بالعافية اللي يخرج من فمه باللي هو يوستس و عاد فهمه باللي تلعن وتحول التنين حي الطمع في الذهب مرهد شيء اللي وقع عليهم قلتوا يباتوا في الجزيرة و يرتاحوا في الصباح فاقوا على الطوضية النجم الزرق في السماء و تفكروا الساحر فاش قال ليهم يتبعون النجم الأزرق هو اللي سيوصلهم للجزيرة المولوك و فعلا تبعوا النجم حتى وقفات بهم السفينة و تخسرات ولكن يستسم شوجر السفينة حتى وصلهم للجزيرة دخلوا ليها و ثم لقوا ثلاثة ديال المولوك غالسين في الربيع و مجمدين بالسحر خدعوا السيوفة ديالهم و اضطوهم فوق السيوفة اللي يجمعوا ولكن موقع والو حيث ما زال خاصهم السيف السابع هنا النجم الزرق نزل عندهم و تحول البنزوينة بزاف قالت لهم بالسيف السابع كين في جزيرة الشر اللي فيها الضباب الخضر و طهروري خاصهم يجيبوه قبل ما ينتشر الضباب و يقضي على نار نية هم لا يجعلوا الضباب يدير هكذا شدوا الطريق للجزيرة و غير قربوا يصلوا و بدأ الضباب كيبان و كل شيء بدأ يتخيل حوايج ما كيناش منهم وصلوا للجزيرة شاهدوا المالك السابع و معه السيف دياله اذهبوا يوستيس الزمل الجزيرة و اضعوا لهم في السفينة هو كان خايف بزاف و قلهم درتوا اكبر خطأ فجيتوا الى هنا حيث سيخرج الوحش اللي كان مخبع سنين هادي و فعلا مجا يكملها درته حتى اخرج الوحش من تحت السفينة بدأ يوستيس كيهجم عليه ولكن كان الوحش قوي بزاف و ارمى الوحد الحجرة المالك المنفي حسابه يوستيس حتى هو شرير و ارمى عليه السيف دياله يوستيس قصح بزاف و طار البعيد ثم وصل لجزيرة المولوك و طاح فيها و كان عليه يموت هنا بدأ الاسد اصلا و دواهب السحر حتى ارجع لطبيعته من بعد اخذ السيف السابع كانوا جامعين ستة السيوف الاخرين و اضع فوقهم السيف السابع و هنا بدأ الضف الزرق و اخرى السماء فهذا الوقت السفينة مازال محاربين فيها مع الوحش و مع بدأ الضف الضف الزرق حتى السيف ديال ايدمون ضواب الزرق و بدربة واحدة منه في الوحش قضاء عليه الضرق قضاء على الضباب الخضر في الخطرة و الناس الذين كانت مخطفة وسط الضباب خرجها سالمة لوسي رأيها و فرحته تدخلط طبيعته و هدر مع الاسد اصلا و اشكرهم لأنه تمغل المملكة الثالثة و افتح لهم بوابة لإصلاف للعالم هم مسخا و يمشيوا دخلون البوابة و القوراسهم في منطقة البيت التي نغرق بهم و لا يصدخل الوحش يتوحش حياتهم في المملكة وهنا تسال الفيلم دياننا نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو و نتلاقاو في الفيديو الجاي